تخيل معايا كده انك تصحى من النوم الصبح تكتشف ان النهر اللي في بلدك اتحاول للون الدم مش بس كده تسمع كمان ان كان فيه اسطورة قديمة بتقول ان تحاول النهر ده للون بتاع الدم معناه اقتراب نهاية العالم متستغربش ده بالزبط اللي حصل في مدينة بيرمينجهام البريطانية الاسبوع اللي فات وتحديدا في منطقة اسمها باري كومن لما اتفاجئ السكان بان لون النهر المحلي اللي موجود عندهم اتحاول للون الاحمر زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالزبط واللي زود حالة القلق الكبيرة عند الناس كانت التويتر اللي كتبتها جالي المتحدثة باسم مجلس مدينة بيرمينجهام على صفحتها الخاصة اكس واللي هي كانت طبعا تويتر سابقا وقالت انه مجلس المدينة فتح تحقيق في الوقع ولكنه حتى الان مفيش اي تفسير للوقع ديفيد باركر وده مستشار محلي في مدينة بيرمينجهام برضو كتب هو كمان على صفحته مستغرب من الوقع وقال ما الذي يحدث بالضبط بالرغم من انه في بعض الناس طلعوا وقالوا ان اللي حصل ده بسبب انتشار نوع من التحالب ولكن مجلس المدينة طلع ونفى كل الكلام ده وقال انه بيحقق في الوقع وطالبوا الناس ان هما يبتعدوا عن النهر هما والحيوانات الاليفة لحد ما يتأكدوا من السبب كمان نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقرير موسع عن الوقع اللي اكدت فيه نفس الكلام بان الوقع حتى الان ملهاش تفسير منطقة اشتركوا في القناة